اشتركوا في القناة وانتم بخير وان شاء الله سنت خير وسعادة عليكم وعلى اهليكم وعلى اقاربكم بالنسبة للحمل السنهاي تحمل هاي السنة بشرة لموليد برج الحمل في مجالات العمل في مركزهم الاجتماعي منهم كثير ممكن يدخل في عمل جديد او يلاقي عمل جديد او ينتقل لعمل جديد منهم رح يرتقي لمناصب اعلى منهم بينجحوا في الدفع بمصالحهم بشكل ايجابي وبدعم من علاقاتهم برؤسائهم وزملائهم في العمل لكن بدهم ينتبهوا انه هاي الايجابية كلها رح تختفي بفترة الفترة هاي رح تختفي فيها الانجازات لازم يعتمدوا فيها على انفسهم وما يعتمدوا على الحضوض اللي هي الفترة اللي بتراجع فيها المشتري اللي هي الفترة ما بين 14.5 لغاية 13.9 واكثر الناس اللي رح يشعروا بهذا التراجع واللي رح يفقدوا الحضوض بشكل كبير اللي هم موليد من 6 والغاية 18.4 اللي هم من 6.4 لـ 18.4 اما بالنسبة لموليد العشرية الثالثة ورغم الحضوض اللي رح تجيهم متأخرة شوية لنهاية العام الا انهم رح يعانوا من بداية العام وتتركز مصاعبهم في مجال العمل وفي العلاقة مع المسؤولين وبيبرز الضغط على موليد اللي هم من 10 لـ 20.4 من بداية العام ولغاية 22.3 يعني هاي الفترة هي اللي رح تكون اصعب شيء عليهم بعدين برجع الضغط عليهم مرة ثانية بس برجع على موليد اللي هو من 15 لـ 24 اللي هي بالفترة من 27 ولغاية 17-12 زحل لانه متواجد في هاي الدرجات تحديدا اللي هي العشرية الثالثة ورح ينتقل على الدلو على بداية العشرية الاولى اللي هم او بداية ثلاث درجات من برج الدلو هاي الفترة هي اللي رح تضغط هاي الموليد اللي هم من 10 لـ 24 بعدها رح يطلع زحل من عندهم زحل رح ينتقل للدلو يعني في 17-12 رح يطلع وما رح يرجع لعندهم الا بعد 27 عام بالنسبة لكوكب اورانوس رح يجيب تغييرات مالية غير مستقر الوضع رح يكون عندهم ورح يكون فيه تغيير من حال لحال بشكل مفاجئ خصوصا لموليد من 22 لغاية 33 هاي التغييرات بتصير بشكل مفاجئ وسريع والمقصود انه بتصير من يعني من شيء لشيء يعني من فقر لثراء او بالعكس لانه هو كوكب المفاجئات يعني رح يفاجئ كل الموليد او رح يفاجئ الموليد اللي هم من 22 لـ 33 بتغيير بلحظة غير متوقعة عشان هيك منحكي انه هاي المجموعة وهاي الموليد اللي هين من 22 لغاية 33 هدول لازم يهتموا في امورهم المالية لازم يعملوا صندوق ادخار او مكان يدخلوا فيه المال عشان يكون محطة انقاذ بلهم وفي الوقت اللي هم بكونوا محتاجينه ما يعتمدوا على الحظوظ بشكل كبير لانه اورانوس ما رح يعطي مجال او اندار انه رح يعمل هذا الاشي هذا الاشي رح يجي بشكل مفاجئ بالنسبة لكوكب نبتن اللي بيتواجد في برج الحوت من بداية العام وحتى 23 ستة رح يكون في حركة امامية هاي الحركة الامامية بتعطيهم ايجابية بشكل ممتاز جدا صحيح انه هو بيت متاعبهم ولكن انه برضو رح يخفف عليهم نوع من انواع الضغوطات ويعطيهم حلول لبعض الامر بعدين رح يصير في عندهم نوع رح يصير لانبتن تراجع تراجع هذا رح يستمر يعني من تاريخ 23 ستة لغاية 29 احداش خلال هاي الفترة التراجع يعني بنصح موليدي من 11 لغاية 16 اربعة التأكد من علاقاتهم خصوصا مع المؤسسات ومع الشركات الكبيرة بالامور اللي الها علاقة بالشراكة على اساس انه ما ينخدعوا وما يخدعوا انفسهم برضو لاسيما اللي هي بالفترة فترة التراجع اللي هي من 23 ستة لغاية 29 احداش اذا في مرحلة رح يمر عليها يمر تمر عليهم انه رح يحصل تغيير جذري في مجرح حياة موليدة من 11 ل 15 اربعة من تأثير كوكب بلوتو كوكب بلوتو هذا بهدم عشان يبني من جديد ويعني بشبه طبيب الجراح اللي يعني مستعد انه هو يجرحك ويؤذيك لاجل انه يشيل بعيد عنكم الورم او شيء وبعدين برجع بسكر فهو اذاك ولكن لمصلحتك عشان ينفعك في النهاية انه انت تنتهي من الالم فهذا بلوتو بيجي بالطريقة هاي هسا بالنسبة لبلوتو تأثيره رح يجي بشكل مباشر على موليد اللي هما من 11 ل 15 اربعة خلال فترة التراجع اللي رح تكون لبلوتو اللي هي ما بين 25 اربعة و لغاية اربعة عشرة بيكون التأثير صعب وبترك اثار اليمن في النفس اما بالنسبة للمريخ واللي رح يكون موجود في بيتكم في برجكم يعني في برج الحمل ورح يوم بقية يعني تكون المدة له مدة طويلة جدا يعني اللي من 28 ستة لنهاية العام لانه رح برضو يصير فيه نوع من انواع التراجع له وبرضو في برج الحمل صحيح انه المريخ هو كوكبكم وبعطيكم الطاقة ولكن مكوت الفترة هاي كاملة من 28 ستة ولغاية نهاية العام والتراجع اللي رح يصير وبرضو الزوايا اللي رح يعملها تربيع مع الكواكب اللي موجودة في الجدي هاي هذا الاشي رح يعطيه نوع من انواع العصبية نوع من انواع الانفعال التصرف بتهوروا بعنف فعشان هيك بدكوا تمسكوا عصابكم اثناء تصريف اموركم واثناء علاقاتكم اثناء التعامل مع الغير بوضع عالي جدا بالنسبة لكوكب الزهرة رح يتراجع خلال هذا العام ما بين 13.5 و 25.6 ورح يكون التراجع له في البيت الثالث لا اليك اللي هو في برج الجوزاء خلال هاي الفترة لازم تكون اكثر دبلوماسية اثناء التعامل مع الاخرين لا سيما الاحباء ممكن يصير فيه توتر لعلاقة ممكن يصير فيه نوع من انواع تهديد بانفصال او في فسخ علاقة او في شيء من هذا النوع لأدفه الاسباب يعني بدون اي مقدمات بدون اي مباررات بصير هذا الضرب يعني منقدر نحكي انه فترة التراجع هاي فترة سيئة بصورة عامة خصوصا لللي بتعاملوا في الاوراق المالية لللي بتعاملوا في البورصة ولأي واحد ممكن انه يفكر انه يعمل عملية تجميل او واحدة تعمل عملية تجميل لازم يحذروا من اي صفقة مالية عدم البدء بعلاقة غرامية جديدة وعدم الارتباط خطبة او زفاف الحذر من السفر داخل المدن العلاقة مع الاخو الجيران بتكونوا حذرين لانه عصبيتكو بتكون زيادة ممكن يصير مشاكل بينك وبينهم والوقت بكون برضو في نفس الفترة هاي وقت غير مناسب لشراء السيارات هسا احنا طبيعة التوقعات اللي انا بعملها كل سنة اني انا بعمل زي رزنام رزنامة خطة عمل او رزنامة على اساس الواحد يعرف ايش الاشهر اللي يستغلها والاشهر اللي ما يستغلها زي ما شفنا احنا من بداية التوقعات الان كثير في احداث رح تكون صعبة اه كثير اشياء رح تكون محبطة اه لكن هذا كله ما رح يعني ما بيعني انه ما رح يكون فيه خير لا هو فيه اشياء منيحة رح تيجي وفيه لها فترات ممتازة رح تكون خلال السنة هاي عشان هيك انا بحكي للكل انه سجلوا التواريخ اللي انا رح احكيها لانه هاي رزنامة بالنسبة للكو رح تعتمدوا عليها خلال السنة هاي تعرفوا الفترة ممكن تكون الفترة هاي ضاغطة طول السنة صحيح ولكن انه فيه فترات رح تيجي ممتازة فيه خلال فترة الضغط لازم تستغلوها وتعرفوا تستغلوها في ايش فعشان هيك انا بدي اعطي تواريخ هسا بالنسبة للفترات العاطفية خلال هاي السنة العاطفية المقصود فيها عاطفية حضوض اشياء مفاجئة ومفرحة بالنسبة للكو مكاسب تيجي بطريقة ممتازة جدا هاي الفترات رح تكون اللي هو من 29 اثنين لغاية اربعة ثلاث ومن 22 سبعة لغاية 22 ثمانية ومن 6 تسعة لغاية اثنين عشرة ومن ثمانية عشرة وحتى نهاية العام هسا الفترات المالية اللي بيكون فيها فيها فرص مالية اكثر او فيها مجال للمكاسب المالية اللي هي من 28 اربعة لغاية 11 خمسة ومن سبعة وعشرين تسعة لغاية ثمانية وعشرين عشرة ومن 11 احداش لغاية خمسة اثناش هسا بالنسبة لفترات العمل والمكاسب اللي بدو ينتقل من عمل لعمل او اللي بدو يغير عمل او اللي بدو يبدأ في عمل يستغل الفترات هاي اللي هي من 20 ثمانية لغاية خمسة تسعة من اثنين عشرة لغاية ثمانية وعشرين عشرة من واحد وعشرين اثناش حتى نهاية العمل بالنسبة للفترات الصعبة اللي راح تكون خلال العام هاد واللي هي بتكون فيها نوع من انواع الصعوبة المباشرة واللي بتكون انتوا تنتبهوا برضو فيها صحيح انه ممكن يجي في من خلالها اشياء ممتازة يعني من ناحية العاطفة او من ناحية المالية او من ناحية العمل ولكن برضو من الجهة الاخرى بيكون فيه اشياء ضاغطة من مجالات ثانية فهاي الفترات اللي هي من تسعة وعشرين اثنين لغاية عشرين ثلاث والفترة الواقعة ما بين تلات عش خمسة لغاية ثمانية وعشرين ستة ومن اثنين وعشرين ثمانية لغاية اربعة عشر احد عش اللي هي هاي الفترات اللي احنا بنقدر نحكيها فترات الضغط طبعا ما تنسوا اللي هي فترة تراجع المريخ وفترة تراجع الزهرة هدولا حكيناهم في البداية بتمنى طبعا انه كل اللي انا حكيته سلبي انه ما يصير بتمنى انكم تنتبهوا خصوصا اصحاب التواريخ اللي انا حكيتها وكل عاموا انتم بخير وبتمنى انه هاي سنة خير عليكم انه كل التوقعات اللي مش منيحها ما تصير وما يصيبكوا غير كل الخير تستغلوا التواريخ الايجابية اللي انا حطيتها عشان تستغلوا لحياتكم الفترة القادمة خلال هذا العام وطبعا الكلمة اللي دائما انا بحكيها ما بنتنبأ احنا بنتوقع هذا علم ودراسة وتحليل لخارطات فلكية ولزوايا فلكية ولحركة كواكب وعليه احنا حطينا هاي النتائج في النهاية بقول لا تنسوني من صالح الدعاء وكل عاموا انتم بخير ويا رضى الله ورضى الوالدين نشوفكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة